السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وفاء من ديليس باي وفاء نتمنى تكونوا بألف ألف خير اليوم جيت نشارك معكم واحد الماسك ونشارك معكم العشاء اللي غدي ندير في هاد النهار نتمنى تجربوه وينال إعجاب ديالكم لحين تشل الماسك روعة روعة ونتائج من أول استعمال وقبل كل شيء ما تنسونيش من جيم وابوني للناس جدا وضغطوا على الجرس بس يوصلكم الجديد غدي ندوز باش نعطيكم مقادر ديال الماسك عندي معلقة ديال العرعار معلقة ديال دانون مسوس ومعلقة ديال الخرقوم ومعلقة ديال العسن معلقة ديال العسل وغادي نخلط مهم من نسبة تخلطه إلا جاكم شوية قاسح غادي تضيفو دانون معلقة اخرى غادي نبدا نخلط كما تشوفو معايا هنا غادي نبدا نخلط ومني غادي نخلطو انا غادي يجينيني شوية قاسح غادي نضيف هاديك المعلقة ديال دانون اللي قد لكم عليها وغادي نطبقو على الوجه الوجه اللي يكون نضيف وغادي نخليه مدة ديال عشرين دقيقة او لا حتى ينشف مني ينشف غادي تغسلوه بالماء دافي وتعودوه بالماء بارد وترشو وجهكم بالماء ورد باش يتسدو لكم الماسام ديال الوجه ودهنو بالكخيم يضغطو ديالكم دونك الكخيم اللي عندكم انتو ما ديروه هدا ما كان هنتو ما كتشوفو معايا تفاصيل ديال الماسك في الصور وشكرا لكم على المتابعة وشكرا على المشاهدة ها هو البنات كيجي علاعة الشكل بعد ما خلطو صافدة بغادي غادي نطبقو على الوجه ديالي القوام ديالو كيجي لازيج نتمنى تجربوه ما غاديش تندمو عليه البنات إلا بغادي تاخدو نتائج في الماسك ديال الدار خصهم المدوامة وخصك دايشة تكون وجهك نضيف يعني ما يكونش الوجهه مصخ يكون الوجهه نضيف وتكون ديرو حد القومج من قبل وعاد تطبق الماسك على الوجه ديالك ديالك الساعة ما غاديش تندمي غادي تكون نتيجة مرضية ان شاء الله وهدا ما كان غادي ندوز باش نشارك معاكم العشاء ديالي ان شاء الله وهدا ما كان اشتركوا في القناة تطبق الماسك و هنالبنات سنشارك معاكم هذه العشاءة تتعجبني و تجيغ غزية و خفيفة المهم اضيفة اضيفة الماء اضيفة الزيتون و الماء الججر اضيفة اضيفة الماء يخلط الماء و الزيتين في سواه الواجد اضيفة و الزيتين اضيفة القلية ه إصبح shogg t be zym أ means كمزة زيتون انا اضع مرق دار ربع في زيت زيتون ونضع الفلفل ونضع الفلفل ونضع شرمولة انا اضع ملح انا اضع ملح 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 ثومة ونضع ملح ونضع ونضع بيض وهذا هو يكون العشاء واجد اتمنى اتجربوا اعجاب اه اه هانتومة ومهما يجيع شرقة خفيف اووووووين بزاف اه اتمنى اتجربوا اعجاب اه اه اخليت واحد لاسالة شكرا لكم على المشاهدة